موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أجمل أن يسير الإنسان إلى الله عز وجل وهو توجهه لوحات هذه اللوحات تقول له الطريق من هنا لأن أحيانا وكما ذكرنا في حصص ماضية يسير الإنسان في طريق لا لوحة فيه فيتيه يقلق يضطرب يتوتر قد يتعصد وممكن جدا أنه قد يذهب إلى وجهة أصلا ليست هي الوجهة التي يريدها نحن نريد لقاء الله عز وجل على أحسن حال نريد أن نلقى الله عز وجل وهو راضي عنها طريق للوصول إلى رضا الله عز وجل فيها لوحات اللوحة الأولى أعلم بأنكم تتذكرونها جيدا إنها لوحة اليقظة اللوحة الثانية التي لازلنا نتحدث عنها إنها لوحة الفكرة في لوحة الفكرة تحدثنا عن أهمية الفكرة في الآخرة التفكير في الجنة التفكير في الآخرة وتحدثنا على أن التفكير في الآخرة أساسه فكرة التوحيد وفكرة التوحيد تذهب بنا إلى البصيرة التي هي نور يقذفه الله عز وجل في قلوب بعضنا البعض وفكرة البصيرة تبدأ ببصيرة الأسماء والصفات هذا ما تحدثنا عنه في الحصة الفارضة وتحدثنا عن تأمل اسم الله عز وجل اللطيف والرزاق وقلنا على الإنسان أن يتعرف على اسم من أسماء الله عز وجل ويتأمله ويعيشه بقلبه وبالتالي يدخل في كل جوارحه لا يدخل الاسم حشاه أن يدخل اسم الله في جوارحنا أن تدخل معانيه أن نعيشه طاقته نسأل الله تبارك وتعالى نفقى الخير والصلاة أما اليوم ولازلنا مع لافتة الفكرة والبصيرة تقودنا إلى النوع الثاني من البصيرة إنها بصيرة الأمر والنهي إخواني أخواتي الشرع الحنيف قائم على أمر يريدنا الله أن نتبعه وقائم على نهي يريدنا الله أن نبتعد عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الورى ما ترك شيئا فيه خير لنا إلا وأمرنا به وما ترك شيئا فيه شر لنا إلا ونهان عنه ومن ثم ما أمرنا بأمر إلا وعلينا أن نتبعه وأن نأتي منه ما استطعنا وإذا نهانا عن شيء ننتهي لأنه سمحولي نقول أن القضية ما يشبه هذه السهولة أن الواحد يسمع أمر ويأتمر ويسمع نهي وينتهي لك أن جهد الأمر بهذه السهولة لك أن كل الناس يأتمرون وينتهون إن أن الكثير من الناس وهم يرون لافتة الفكرة ويعلمون بأن هناك أمر أو هناك أمرا ولكنهم لا يذهبون نحوه ولا يطبقونه يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فكم من رجل وكم من امرأة لا يصلي وكم من غني لا يزكي مع أن الأمر واضح جلي ومع أن الأمر لا يحتاج أصلا إلى شرح ولا إلى تفسير وكم من إنسان يعلم بأن الخمر حرم والمخدرات محرمة ولكنه يذهب في طريقها ممكن جدا أنه قد يتناول هذه الأمور صباحا وساءا وأنا أعلم من صميم قلبي وأقولها من صميم القلب أن الذين لا يعتمرون يتألمون يوميا وأن الذين لا ينتهون يتألمون يوميا إنهم مؤمنون إنهم مسلمون ومع ذلك يتألمون على لأننا نحن كبشر عندنا ضعف وهذا الضعف يزيد قويه شو سبحان الله الضعف يقويه إثنان النفس الأمارة بالسوء وإبليس الذي أقسم بعزة الله قائلا فبعزاتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين بليس حلف بعزة الله والله ما يخلي واحد وقال لأتينهم من بين أيديهم وعن أيمان من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولن تجدوا أكثرهم شاكرين هو أعطانا حتى الاستراتيجية على خدمتاه قالوا نجيهم قدامهم ونجيهم من خلفهم ونجيهم على اليمين ونجيهم على الشمال الحمد لله ما قالش أنه يجينا من فوق خطر فوقية لله وما قالش نجيهم من تحت لأن التحتية تذكره بعدم سجوده لآدم ومعصيته تذكره بمعصيته التي أخرجته من الجنة أنا أعلم أنا أقول لك أنا أعلم ولا أدعي بأنني أفضل منك أو أن أبدا أنا أعرف ضعف النفسي البشرية ومن هنا بصيرة الأمر والنهي خلينا نتناقشوها أنا ويغشويا برك ممكن جدا أنت الآن تتألم في أوامر لا تأتمروه بها ممكن جدا ما راك تصلي وراك تتألم وراك تتحصر كل يوم خطر أنت راك مستيقظ نايد بصح ما راكش تأتمر بأوامر الله ممكن جدا أنت تتألم لأنك تذهب في طريق محارم الله التي نهى الله عنها ألا أعلم بأنك تتألم أعلم ذلك بسح تقول لي وما الحل الحل واضح باين الحل في العودة إلى فكرة التوحيد فكرة التوحيد هي التي تعطيك نور البصيرة نور البصيرة الأول هو بصيرة الأسماء والصفات ونور البصيرة الثاني هو بصيرة الأمر والنهي يا جماعة الخير ديروا في بالكم باللي الناس اللي راهي تأتمر انتالي راك تسمع النداء وتروح تصلي انتالي راك تسمع كي جي وقت بس تزكي تروح تزكي وانتالي كي جي رمضان تروح تصوم دير في بالك باللي هذه ما هيش طارة منك هذه راهي بصيرة قذفها الله في قلبيك فتأتمر بالأمر وتبتعد عن النهي وعلى هذه ما تعايرش خوك اللي ما راشي أتمر ما تعايريش خوك اللي ما راشي أتمر ما تشوفوش صغير هدك لما هو شي يصلي أبدا وانت لي ما راكش تأتمر أنا نقول لك ما تحقرش روحك ما تشوفش روحك صغير ما تقولش باللي أنا مانسواء عند ربي والو أبدا انت تسوي عند ربي كل شي فقط برك رايخصك هذا الأمر وهو بصيرة الأمر والنهي تعرف كيفش أنا نشوفهrese لما راناش ندير أشياء أمر بها الله تعرف كيف نشوفها راناشوفها كي الجبل راناشوفها كبيرة الله قال عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين تعرف بالإسمات الإنسان اللي معطاش ربي نور معطاش بصيرة الأمر يشوفها كبيرة يشوفها بوضوب المال بارد يشوفها منوض صباح يشوفها التزام ظهر وعاصر ومغرب وعيشة يشوفها كبيرة صح لما يكون عندك فكرة الآخرة فكرة التوحيد الله تبارك وتعالى يجعلها في قلبك خفيفة وتصبح أنت من الذين يقولون أرحنا بها شفتوا بصيرة الأمر أرحنا بها ولا تخفيفها كيف كيف أنت اللي ممكن رك تشوف باللي المال خدمت عليه وتعبت عليه وعرقت عليه وتولي تقول أنا كيفاش مالي روح نمد منو 2.5% على بالك باللي كيتشوفه باللي هو مال الله وباللي رزقه ورزقه الله تولي تمد وأنت حاشم تقول يا ربي تدي مني غير جوش 1.5% أنا نمد لك كثر ولهذا نقول إخواني أخواتي غيمة كلا تيأس من رحمة الله غيمة كلا تيأس من رحمة الله إذا حبينا ربي يقذف فينا بصيرة الأمر والنهي نرجع لفكرة التوحيد وحد الله عظم الله فسترى الطاعة خفيفة وترى المعصية ثقيلة لا تنظر إلى صغار معصيتك ولكن أنظر إلى عظمة من عصيت أسأل الله تبارك وتعالى أن يقذف في قلوبنا بصيرة الأمر والنهي تسهل علينا الطاعة ونستصعب المعصية إلى أن ألقاكم في عدد آخر من لوحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر